الشباب هنا الله يكرمهم في الإعداد وقدوني ورقة كده فيها إحصائيات تكشف الإحصائيات إن الرجل الشباب الأجنبي أو الرجل الأجنبي بصفة عامة بيقرأ بمعدل 35 كتاب في السنة 35 كتاب في السنة أما العربي فإن 80 شخص يقرؤون كتاباً واحداً يعني كل 80 شخص عربي في السنة بيقروا كتاب واحد طبعاً ومتقريباً نسوا في الإحصائيات يقولوا الكتاب ده عدد صفحاته قد إيه يعني برضو ربما يكون الكتاب 50-60 صفحة يعني طبعاً المشاكل بتقرأ كويسة الحمد لله عايزين نقول لا إحصائية مخجلة يعني إزاي إحنا عندنا إقرأ؟ إقرأ وما بنقرأش أنا كنت أشوف بره الناس مسكة كتب كتب كتاب كده زي المجلد وانت راكب مترو ولا جاي أراكب قطر ولا مواصلات عامة وتلاقي الزبون مسك الكتاب كده ويقرأ يخلص يقوم حتة ورقة كده معلم بيها على الصفحة بتاعته القراءة المعرفة العلوم اللي غرس فينا النبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام اللي القرآن اللي أن العلم وأن العلم رفعة وأن ربنا يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أظن يا حضرات بعد الحلقة دي هنلاقي شبابنا يقبل على العلم بطريقة عظيمة جدا شكرا شكرا